عاد ملف الاختطاف وعمليات القتل من قبل مجمع مصلحة ترتدي الزي الحكومي وأخرى بزي مدني عاد إلى الواجهة لا سيما في مناطق حزام بغداد حيث تنفذ الميليشيات جرائمها أمام أنظار القوات الأمنية المسؤولة عن حماية تلك المناطق التي تقف عاجزة عن ردعها ولليوم الخامس على التوالي يشهد قضاء الطارمية شمال بغداد عمليات دهم واعتقالات للعشرات من أبنائه واقتيادهم إلى أماكن مجهولة وسط حصار أمنية مصدر عشائري كشف عن أن قوة أمنية دهمت بعض القرى تابعة للقضاء واعتقلت أكثر من 170 شخصا مضيفا أن المعتقلين تم احتجازهم داخل محطة ماء الكرغ في منطقة شاطئ التاجي ومن ثم نقلهم إلى جهة مجهولة ترجمة نانسي قنقر